السلام عليكم اليوم راح نحل اسئل دورات جامعة انه العام 2020 قسم الايكيو طبعا قسم المسحة الليناه من زمان على موجود بقوام التشغيل قسم اسئلة الدورات في كنت لاؤهم حل الماسم نحل التمرين الاول مباشرة يعطيني 1-48-49-2-5-2-17-3-2-4-21-21 وبهذا الشكل عن يمشي على انا فيني اتاكد انه هون في عملية طرح بسبب انه هون عندي ناقص 17 وهون عندي ناقص 5 يعني في اعداد سليبة معتا انه في اعداد طرحتهم من بعضهم طيب انا كيف ده اوصل لل 49 هذا اللي ده افكر فيه لانه العلاقة بين الخانات واذا ده اتعامل بين الخانات الاعداد الصغيرة كتير عن 49 طالما الاعداد الصغيرة بالنسبة لاخنات تمام حتى توسط 49 معتلا افكر بالتربيع او بالتكعيب او بالقوى الكبيرة او بالجداء ايضا تمام انا لو هلأ اه ربعت الاول احسان دي واحد رو ربعت الثاني رحسي 16 رو ربعت الثاني رحسي 64 على انا لو جماعت لاحظوا ما لو جماعت 64 ما الواحد رح يطيني 65 وطرحت من 16 رح تيني 49 واربعين هاي اول واحدة زابطة بنجي هلأ تحت اربعة زاد اربعة 8 ناقص 25 رح يطيني ناقص 17 معتلا مجموع مربعي لحدين اللي على اليمين واليسار للاطراف ناقص مربع اللي بالوسط يعطينا الناتج بنطبق هذا الشي هون 25 زاد 9 ناقص 9 رح يطيني 25 مباشرة نجهل الى التمرين الثاني عبقنا 24 يعطينا الى الاثنين 25 او 2 يعطينا الى الاخمسة 3 2 4 يعطينا الى الواحد دعونا نوقف هون ما في داعي نقرأ كتير لانه نحن عرفنا الحال مباشرة ليش هون عندك اربعة واثنين لو جماعتهم رح تقسر ناقص اربعة رح يعطيك الى الاثنين والماركة لاتجمع مع الاثنين رح ترجع تطرح الى الاثنين هاي الاثنين مع هذه الاثنين رح تروح رح يطع معانا خمسة رح يطالدي بالنص لو جمعت 3 مع 4 3 مع 2 عفوا وطرحتها من 4 لحطي كلها بواحد معتها مجموع اول خانتين ناقص الاخير بيعطينا الناتج فمجموع اول خانتين ناقص الاخير رح يعطينا الى الخمسة بنجي هلا للتمرين 43 و 41 عبقلنا 23 و 61 عبقلنا 9 24 و 53 عطينا الناقص 2 36 و 42 عطينا ال 0 بهذا الشكل عم يمشي على انا اول شي دي افكر فيي انه ايضا هون فيه علاقة بين الخونات فيه الطرح وجمع وما الا ذلك يعني اكيد فيه طرح لانه فيه عنا الناقص 2 و عنا الصفر طيب انا هلا لو قلت انا لو تعاملت هون على حسب خانتين خانتين مثلا 23 و شن ضربتها ب2 رح اطينا الى 46 و طرحت مننا او طرحت من 61 46 رح احصل على 9 ما رح احصل طيب لو ضربتها ب3 رح احصل 69 ناقص 61 ايضا رح احصل على 8 معنا فيه شي علاقة بين الخانات اكتر من انه اخد خانتين خانتين اخد خانة خانة انا هون لو ضربت ال2 بال6 لاحظوا معي ايش قدر حاطينا الناتج 12 انا هون لاحظت لانه 2 بال6 هي عدد قريب على 9 لو طرحت من 3 ب1 رح احصل على 9 هلا بنجي هون اربع بتنين عفوا اتنين بخمسة 10 ناقص اربع بتلاتة بالفعل عطتنا الناقص 2 هلا بنكمل نجينا المطلوب ستة بسبعة ستة بسبعة اتنين واربين ناقص تلاتة اه تلاتة بثمانة رح احطينا الى اربع وشرين اتنين واربين ناقص اربع وشرين رح يعطينا الى الـ 18 والجواب بي نجي هلا على التمرين الاربع واربين اه متل ما يكون شايفين هون الارقام نفسها هاي اللي هون ولكن عبتغير اماكنها احنا رح نمسك الرقام المناسب مثلا دعونا ناخد اول رقام من هدا الطرف لحظه سوا بالخانة التالتة اول رقم سوا بالخانة التالتة اخر رقم سوا بالخانة التالتة اخر رقم ايضا رح سيب الخانة التالتة دعونا نشوف الثانين يجب Russian لازم نكون خانة التالتة هداependんと غلط هدا غلط هدا غلط وهدا غلط فالجواب اه هو الوحيد اللي فيه الثنين بالخانة الثالثة نأتي الآن على التمرين 45 أعطينا 2 5 ناقص 21 ثلاثة أربعة للناقص 7 هلأ أنا برأيي أنت كي هون بعد ما قرأت هدول التنتين لازم تجرب العملية التالية إنه مربع الثنين أربعة ناقص مربع الخمسة هو 25 يعطينا للناقص 21 لأنه قيم معروفة كتير شهيرة عنا هون التسعة وعنا ناقص 16 ساعة للناقص 7 ممتاز معتها مربع تسعة واحد وثمانين ناقص مربع الستة اللي هو ستة وثلاثين راح يعطينا للخمسة وأربعين والجواب ايه نجي للتمرين ستة وأربعين يعطينا ثلاثة خمسة واحد أربعة ثلاثة يعطينا للخمسة أربعة تسعة يعطينا للناقص واحد تمام ممتاز طالما عطان على النقص واحد أيضا هون فيه عملية طرح بين متخانات أو بين رقمين طيب انا لو ربعت هذا وربعت هذا ما راح أحصى على الواحد لأنه هنا عندنا عدد صغير معتها فيه بيناتهم عب يكبر وعب يطرح متاني يعني ولكن عب يكبر ولكن مثلا هنا ربعت هذا الاول ناقص الخمسة ما راح يصير عندنا أربعة معتها لازم Pandemie هذا العدد أكبره ولكن بشكل أصغره مع التعwheel واللي اضربه بتنين لو دردت أل튼 راح أحطينا LoC ناقص خمسه راح يعتين علىNo1 أربعة أنا باتنين 8-3 راح يعتين على الخمسة ممتاز أربعة إتنين 8-9 تعطيناabis أنا breathe انا فيه باجي papers أب وoooo ستنجوا بعزاء أنتаются ماهذا 2 اعطينا لنا ناقص 5 5 8-13 لاحظوا معي ان هون مجموعة العددين بيعطينا الخمسة مثلا اولا النقص 5 انشهوا هلا الاشارة 5 و8 اعطينا لها 13 4 اعطينا لها 10 7 5 اعطينا لها 12 8- 15 لاحظوا معي انه مجموعة الارقام طيب كيف تعرف اذا احطت فردي او زوجي عفوا إشارة سالبة أو إشارة موجبة لحظوا ما أنه عندي هذا العدد شو هو فردي وهذا العدد زوجي فزوجي زائد فردي يعطينا السالب خلونا نجرب هون فردي زوجي عطونا سالب زوجي زوجي عطونا موجب زوجي عفوا فردي وفردي أيضا عطونا موجب معتا وقت بكون العددين هن من فصيلة واحدة معتا العدد موجبة وتكون من فصيلتين المختلفات معتا عدد شو سالب معتا 8 زائد 6 رح يعطينا الى الـ 14 والجواب A منجي هلا التمرين 48 دائما تشوف مضلعات مختلفة فورا نكتوب أرقامه لأنه هي العملية بالمضلعات بعدد المضلعات عدد أضلع المضلعات يعني 1 2 3 4 5 6 هون 3 هون 4 مباشرة هون عندنا 5 هون عندنا 6 وهون عندنا 4 هون عندنا 4 4 4 أيضا 4 4 3 وعندنا 4 6 3 عظيم جدا هذي الحكي هلا عطينا 4 3 6 عطينا الناقص 1 كيف فيني احصل على الناقص واحد من هاي العملية لو ربعت طبعا شوفوا لاحظوا معي انه أنا عندي لونين معتا كل لون له عملية شكل عملية مشتركة تمام مثلا لون الاسود له عملية واللون الابيض صحيح اضلعام مختلفة وما يكنوا مختلفة ولكن هذا بيعني انه شو عملية النفس بعضا طيب انا هلا لو هيدا ضربته بالاثنين رح احصاعة مينة ولو طرحته من مجموعة هدولة مينة ناقص تسار رح احصاعة ناقص واحد رحزين عدد قربت على بعضا وحصلت على الناتج مباشرة فقط انت عدد صغيرة وعندك الناتج صغير يعني لا تكبر لا تربع لا تكبر فقط يعني فكر شوي بالمنطق مشان استرعتك بالحال هو تمارين بسيطة ولكن مشان استرع يعني الصغير اعطاك صغير فلا تكبر الرقم الصغير اعطاك كبير لازم تكبر الرقم تفكر تربية تكعيب وما الى ذلك بنجي هلا هون اربع زائد خمسة تسعة وانا هنو هون عنا الستة فالتسعة ناقص ستة شوية عيتينا لالتلاتة فاج jan 7 بنجي ايضا هون اربع تمام اربع او هون عنا اعفم اعفم 그래 красa 6x2 12 4x5 9 12x9 13 4x2 8x8 16 4x2 8 8x6 14 13 13 6 12 7 5 C 49 49 4 5 6 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 10 10 10 خمسين عطينا معين واشكال عظيم انا هواي بدي اشوف التكرارات الا مسلا هون عندي الاول والاخير almost completely اول والاخير? لانه التلاته هيا بالاول ولاخير تمام? ايضا فيني اعتمد على شغلة تانية فيني اعتمد على شغلة تانية انه هذا الاول وهذا الاخير ايضا لازم امحيهم شو ضل عندي ضل عندي العملية الوحيدة اللي هي هون لانه هي الوحيدة المسحد لانه هذا العملية وقت روحتها الله اعلم يمكن هاي روحت يمكن هاي العملية اللي هي اما راحت مع العملية التانية اللي هي تحتها بس هي العملية الوحيدة اللي ما فيه شكل من اول ومن الاخير ومن مسحت معتها الدائرة هي ستة تمام فورا عملنا مطابقة الدائرة هي ستة فيه شغلات مطلوبة ولكن ما موجودة عنا تمام ما يفهم مشكلة عندي هاي النجمة هي السبعة منشوف وين السبعة بالاخير هذا هو هلا هون السبعة عنا هذا المعين الجوات ومربع اسود معتها هي اربعة هلا بنجي كافي هذا الشي مثلا هون اربعة تمام والستة بالاخير هدا غلط هون ما فيه ستة وهون ما فيه ستة وهون الستة بالاخير غلط والستة بالنص واربع بالبداية هو الجواب الصحيح بنجي ايضا على التمرين واحد وخمسين ايضا نتعامل مع هاك نوع من نفس العملية اذا موجود باول الاخير نمحي قدر الامكان ما موجود عنا نعتمد على غير طرية اه مثلا هون عنا الاول والاخير خلونا نمحي هاي الاولى وهاي الاخيرة هذا مع بعض وهذا وهذا مع بعضهم معتها ضلت عندي هاي العملية هلا بلاقية مثلا انا عندي اه هذا وهذا فيه هون عنا النجمة الاول والاخير لازم امحيهم لانهم حيتهم مضطرف الثاني تمام هذا الحكي وعندي ايضا في عندي شكل تاني لازم امتبه عليه تمام ضل عندي شكلين ضل عندي شكلين والشكل التاني ما فيني امحيه لانه الاربع والخمسة اللي محيتهم محيتهم محيت عمديتهم معت المقارنة هلا بالشكل التاني انا عندي اربع بالاول واربع بالاخير اربع بالاول واربع بالاخير اربع بالاول واربع بالاخير اربع بالاول واربع بالاخير خلونا نلاحظ بس اربع بالاول تمام معتها لو انتبهنا هون كمان المسلس بالاخير وهون بالاول هاده مع هذا طارو. هلأ بنجي نقارن تبعنا. الستة هي المربع تمام. في شيء ستة بالأخير. بالنص لا. هاي لا. هاي لا. هاي لا. هاي لا. فالجواب آه مباشرة. بنجي هلأ هذا النموذج. هذا النموذج كان جديد وللصراحة الطلاب. هذا السؤال الوحيد يعني هيك النموذج. هذا السؤال تمام. وفي سؤال تاني على النموذج خلونا نشوفه. هذا السؤال وفي هذا السؤال ايضا خلونا بس نشوفه هذا السؤال. هذو ثلاثة اسئلة فقط اللي عجزت الطلاب بالامتحان الماضي. يعني كانت اسئلة للمتميزين تمام. يلي بدي يجيب 100 او بدي يجيب 98 خلونا نشوف طريقته مع بعض. عبقنا انه هاي او هاي بي وقت بجمعهم مع بعضهم بحط الأشكال على بعضها تمام. والأشكال المتشابهة مثل هذا مثل هذا السهم مع هذا السهم يحطه واحد. تمام. يحط سهمين يعني. تمام. يعني دامج فقط انه هذا بحطه فوق هذا. شو ما بده يطلع الشكل يطلع انت بتتخيله بذاكرتك. عبقنا R زائد T و R زائد S و P زائد R S زائد T P زائد T و بده P زائد S خلونا نرسم أول شيء بهذا الشكل. واحدة. عنا واحد اثنين اثلاثة. حلو نحن لازمنا ال P. خلونا نركز على ال P. هاي P و هاي P وعنا R و ها R S تمام 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 عظيم جدا. هلا لاحظوا معاي انو انا ومن وجدت الى 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 ايضا بنفس العمال لاحظوا معي انه المسلس نوجد مع البي ومع التى تمام هلا انا المسلس نوجد مع البي ومع التى احتمال البي ايضا فيه البي او التى هي الفية المسلس كيف فينا نتاكد التى هون موجودة ولكن لا يوجد مسلس معتى البي فيو شو مسلس معتى انا بتجاب تبعي شو في عندي هوني مسلس تمام في هذا الجاب نختصره هذا الجاب منختصره نجي هلأ ايضا منشوف الار شو فيه عنده تكرارات فيش اكتر من هيك بالار فيش اكتر من هيك بالار ما فيش اكتر من هيك بالار لاحظوا معي انا ايضا عندي شغلتي اه انه انا عندي الاس لاحظوا معي هذا هاتا الشكل هون عن retrouرو ب Ill species ring الى شكل هون عند دي ده ا für an g هدا الشكل من وجد هادا شكل من وجد بالRZT لاحظت هون مع تعاو موجود بالس و انا عندي هون بي زاد اس . مع هذا الشكل لازم يوجد تمام عظيم جدا هذا الحكيم و انا ذكرت الكون انا برأيي انتهى التمرين لاش انا انتهى التمرين بشغل ما انتبهنا عليها انه قلنا نحن الار موجود فيه هذا 3000 دائرة فقط في الار موجود لعظوا بي زاد تي ما فيه والزاد تي ما فيه مع تهو فقط موجود بالار مالو موجود بشكل تاني معتها هذا غلط وهذا غلط في الجوفورن اي يعني فقط بدك تركز بالامتحان تشوف هذا هون تختزل منيجي الى الترمينة 53 وخمسنا عبدنا 13 18 25 17 X 19 24 على هون 13 لو ضفت 5 رح تسعى عنا 18 و لو طرحت 3 رح تسعى عنا 15 ضفت 5 طرحت 3 ضفت 5 و طرحت 3 ضفت 5 نجح الى هذا التمرين متكرر بكل دورات اغلب دورات جامعة انه او فينا نقوم بكل دورات جامعة انه ما في مانع الشكل كالتالي انه هذا الشكل مثلا هذا الشكل لازم نوجد مرتين وهذا الشكل ايضا لاحظوا معي نفسه موجود مرتين ولكن قلبه منع لاب الاتجاه يمكن حاليا منع لاب الاتجاه ممكن اذا الخيارات اتشابهت انطلع على الاتجاه لاحظوا هذا الشكل موجود مرتين فهذا الشكل لازم نوجد مرتين هذا غلط هذا غلط وهذا غلط هذا ايضا غلط ليش؟ لانه هو واقع على مستطيل علوي وليس على المسلس لاحظوا معي هون مسلس وهون واقع على مستطيل فالجواب اه هو الجواب صحيح نجهل على التمرين خمسة وخمسين اه عابد انه واحد اتنين بده الواحد اتنين شو تقابل من الاحرف طيب هو ان هذا التمرين فقط من اعتمد على الاسهم او الخطوط الداخلي بالدائرة داخلنا دائرة غير مشابهة لدائرة ثانية او بنمسك اكثر منهم مثلا هوا J. impressive اشتركوا هنا وهنا موضوع 3ати 4 داخل دائرة ثانية اتش meteorolog�airy red دائرة ultimates South معني الآخر منCE داعب الطريق هون مع ster هاي ال G تمام هاي هي ال G ال G متصلة بال C و متصلة بال F متصلة بال C و متصلة بال F ننشوف مين ال C و مين ال F هلأ هوني عنا عندي اه السي متصلة ب اربع تمام و الف ايضا متصل ب اربع بس شو دي ميزني انه لاحظوا معي انه انا السي عندي هو متصل بالF تمام الF هو موجود فيه 4 والB موجود فيه 4 والE أيضا موجود فيه 4 وفقط 1 موجود فيه 2 يعني لاحظوا معي هنا فيه 4 4 4 2 أما الF متصل فيه 2 متصل فيه 1 3 1 4 1 4 معتها هاي بدي ألاقي أي وحدة داخل فيه 4 ومتصلة بال3 هذا هو رح يأطلع معنا يعني أنا عندي يا هاي هي الF يا أما هاي هي الF الشيء بدي أكدنا أنه هي بالمتصل فيه مثلا عندي هاي F أعتبرت تمام هون 1 2 خلونا نشوف الدائرة المتصل فيه هون 1 هاي الدائرة 1 2 3 4 هاي متصل فيه 4 بدي دائرة متصل فيه 3 مثلا هون 1 2 3 4 ضلان دائرة واحدة بتحدد لي الحل لحظة مع هاي 1 2 3 معتها هاي هي الدائرة الموجود فيه شو الA ومنها بعرف انه هاي الدائرة هي اسمه F معتها محل الواحد رح حط شو F هلا بنجي للرقم ال2 هون إنه G وهون معتها هاي شو عنايها C تمام فينا نختصر شوي هذا غلط وهذا غلط تعرفوا لأنه C ليست بال2 منختصر يعني قدرها الامكان F B E F أيضا كيف بدنا نلاقي الحل عنا آآ C متصلة بال2 ال2 ال2 متصلة بالF الC متصلة بال2 لاحظوا معي الC متصلة بال2 وال2 متصل بالF وال2 داخل فيه 4 في أي واحدة مشتركة داخل فيه 4 متصلة بالC والF لاحظوا معي هاي الـC داخل فيه بالB والF داخل بالB والB داخل فيه 4 معتها ال2 هي B تمام يعني لاحظوا معي هاي كمان داخل فيه 4 ولكن متصلة فقط بالC أما بالF ما لا متصلة أما الB هي متصلة بالC وبالF بهذا الشكل فينا نحلو يعني تمرين لا بأس به نجي هاللات تمريس 56 عبقنا 4 6 3 7 على لو ضربت هذا الجداء بهذا الجداء ما رح تساون بعضهم لو جمعت هذا رح سيئنا 10 هون لو جمعته رح سيئنا 10 و جمعت هاي 8 رح تجمعت هاي 8 معتها مجموعة أول 2 يسأل مجموعة آخر 2 X زائت 7 يساوي 6 زائت 8 يعني X زائت 7 لل7 فالجواب E نجه لهذا التمرين قص والطوي قص والطوي محل ما قص بدنا نرجع نفتحه لاحظوا معي أنا قص من هون فأنا ده أخذ نظيرة مباشرة انفتحت صارت لهذا الشكل لاحظوا معي تمام هلا هذا الشكل بده ينزل لتحت يعني أنا عندي هون صار عندي هون مقصوص تمام وهذا الشكل رح ياخد نظيره بهذا الشكل فأنا بلاقي هذا الخيار بالجواب B أخذنا نظير طبعا هن ما لهم متصلين أنا وصلتم ببعضهم بالغلط يعني أنا حصلت على الجواب A لا جوابي غلط لأنه هي مرتفعة شوي عن الخط لحظوا معي أنا حطيتها على الخط التاني اللي هو لا هو فوق التاني بشوي يعني هي هون كانت فأخذنا نظيرة لتحت صار عندي بهذا الشكل تمام أنا غربطت أول مرة 58 أعطينا دمج أشكال تمارين 58 بدنا الشكل الناقص إذا دمجنا مع هذا يطلع معنا عن المستطيل أو المربع في فرق تمام خلونا أول شي هذا الشكل نفتله مثلا 180 درجة رح تجي هاي قطعة مطابقة لهاي قطعة هاي قطعة مطابقة لهاي القطعة لاحظوا هذا مع هذا وهذا مع هذا وهاي مع هاي كاملة وهذا مع هذا نجي هلا لهون لاحظوا معي أنا داخل لجوة وهون عندي قطعة صغيرة طال يعني مثلا هون عندي واحد سنتي هون عندي أربعة سنتي يعني هاي القطعة الصغيرة ما رح تغطي الجواب A فأنا هون برفض الجواب A تمام بهذا الشكل بنجي الجواب C مثلا الجواب سي رح ارفضه فورا 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 ليش لأنه عندي هون القطعة تمام متساوي الجواب C غلط بنجي للجواب مثلا E أيضا لنفس المسابب لحظه عندي هون قص متساوي وهون ما عندي أبدا قص متساوي بنجي هلأ بين B وبين D هتبرو معلوم أشار خلونا ناخد المنطق يعني هذا الشي جدا مزعج انه في إجابات محطوطة على كل حال منبلش بالخيار B لحظه وهي مع هاي مع هاي مع هاي تمام وهي هيك بعد الشكل مشينا تمام خلصنا من الشكل الأول نجي هلأ هون لحظه عندي هاي لازم تجي مع هاي تمام عظيم جدا وهاي مع هاي لاحظوا معي انه أنا عندي تمام تفرجوا عندي هون أيضا في تقطابق لاحظوا معي هذا التطابق من داخل تمام ولكن أنا هون على حسب ما عندي ما لازم يكون في تطابق يعني عندي هون مقصوص أكتر من اللي لازم لاحظين هون صار عندي تطابق فأنتو في تلو ما رح يمزلط مع كل شكل رح يطلع معنا فتحة أكبر من فتحة يعني في فتحة ما رح تتملى مساء هاي فتحة على الحسب اللي اعطيني ما رح تتملى رح تتملى فقط هاي وهي رح يضال عن هون يعني تقريبا بهذا الشكل فارغ فالجواب C هو الجواب المنطقي الأكتر لاحظوا معي هون تمام لاحظين انه ما في شي يعني ما في شي متجنس مع بعض يعني ما في شي مطابق أو نفس القياس هون كل القياس كلها مختلفة متل ما هون اعتنا ايها فالجواب C ايضا فينا فقط نحكي بهذا الكلمة انه هيدا هون عننا مختلف هون ايضا عننا شي مختلف فالجواب D هو الجواب الصحيح هون مسحنا هذا الخيار لانه في عنا هاي أطول هون لانه في شي عن نفس الطول وهون ايضا نفس الطول الام الدي القياسات نفس بعض وما في شي عن نفس الطول بنجا التامري 59 لاحظوا هذا الشكل وصل لهون وهذا الشكل وصل لهون انا فورا بدي هذا الشكل بدي أمر 90 درجة تمام رح تصير النقطة هون متن ما عطينا وهي النقطة ايضا رح تصير هون بنجي هلا هذا الشكل طالما هاي صار لفوق ايضا رح افط له 90 درجة لهذا الاتجاه فمعات هذا رح افط له 90 درجة شو رح سي عندي هذا القطة بهذا الشكل هون تمام فتلته 90 درجة رح سي عندي هذا القطة بهذا الشكل هون يعني رح تجي ايضا في عنا هاي من الداخل رح تنقلب رح تصير بهذا الشكل وهنا دائرة سودة وهنا دائرة سودة مثل ما هو عاطينا عظيم جدا موجود بكل الخيارات عند هذا المسلس كيف رح يصير رح سي كالشكل التالي رح معي انا عندي هون قاعدته رح تضل قاعدته على ما هي على اليمين يعني بهذا الشكل الرأس بهذا الشكل هون بهذا الشكل رح يصير عن المسلس المزلل تمام فهو منلاقي هذا الشي الجواب ا غلط فورا نمسحه الجواب ايضا غلط الجواب دي غلط ايضا لانه مسلس غير مطابق نجي هلأ يجواب ا يجواب س طبعا الجامعة الله يعطي عاف يعني مختصرة علينا كتير وقت تمام هذا فتلنا ايضا هذا كمان رح نفتله رح يجي هذا الشكل مطابق يعني بهذا الشكل تمام خلينا بس نركز بالرسم تمام عظيم وهي هيك وهنا في عنا المربع فمربع جهون نقارن بين C وال E ايضا نفس العمل ما في اختلاف بينات هن لاحظوا نفس الشكل وهنا عند الدائرة مع تشير رح حدد انه هو الشكل الاول هذا رح يقلب لهون فوقت لأقلب 90 درجة رح سير لدينا بهذا الشكل متم تمام تمام من هون لهون وايضا من هون لهون تمام هاي الدائرة رح تجي لهون هاي الدائرة خلونا نلونها بالاخدر بهذا الشكل هاي اللي هون انتقلت لهون بنجي هلا المسلس رح يفصل المسلس قاعدته على الحد حد القطاع ايضا رح اضر على هذا حد القطاع اللي هون لاحظوا معي هون محل الخضار وايضا رح يجي البوز بنص القطاع متن ما هون لاحظوا مع هذا القطاع الصغير جاي رأس المسلس في منتصف و بوصل مع القاعدة تابعه متصار عندي هون مسلس بهذا الشكل مسلس متصلي بعضهم بهذا الشكل متما هو عطينا ايضا بالجواب السي والإي نفس بعضهم معتها الشي رح يفصل نيا هو هذا الشكل اللي بالاسفل فأنا هذا الشكل بدي قفت له تسعين درجة متما اتفقنا رح حسير عنه هون بهذا الشكل فتجي قاعدته قاعدته وين رح تنتقل رح نرسمها بالأحمر رح تكون هون قاعدته تمام رح تكون هون قاعدته هاي كل القاعدة الاساسية لأنه هو فقط عبفت له 90 درجة عبمشي 90 درجة فالمحل القاعدة ما رح يتغير نجي هون ايضا رأس المسلس في نصف القطاع الصغير فوين رح نلاقي هذا الخيار الخيار غلط لأنه قاعدة صغيرة بهذا الشكل بهذا الطرف ففينا نرفضه ونقرأ الجواب C نجي الآن التمرين 60 لاحظوا معي اللايك انعكس التيفون العكس الحبس انعكس كل شي انعكس مع تشو فقط قلبه يعني مثلا انت عندك ورقة اقلب ها لقفها بهذا الشكل في انه تشوف انه الاشكال اللي كانت بالوجه انعكس مثل هاي الطريقة معتها هذا ايضا اعتبره ورقة وقلبه على قفاها رح يصير عندك او على الوجه الثاني قلبه رح يصير عندك الشكل نفسه ولكن بعكس الاتجاه هذا المسلس لازم يكون هنا تمام عظيم ولكن هنا لازم مسلس لاحظوا معي من لنجم بعض هذا غلط وهذا سيكون غلط نجي ايضا الجواب ي ي ي ي ي على هون الاشكال كلها صحيحة نفس بعدها متطابقة لاحظوا معي الشكل الفاصل هو هذا لاحظوا معي عندي مسلس صغير وعندي مسلس كبير وعندي ايضا مسلس كبير بعد الجواب د فقط نجي لتمرين 61 ايضا وصل الاشكال ببعض مثل التمرين السابقة تمارين السابقة حلنا بالاعلى شكلين عبوصل ببعض تمام الاشكال المتطابقة مع بعض يعني هون عندنا شكلين متكررين ما بيحسف وبيعيف على حالة تمام عظيم جدا هو شو بده بده الار لاحظوا معي انا عندي هون الار وهون عندي ار وهون عندي ار في شي تاني لا لاحظوا معي انا الحسائص الاول شوفوا معي انا عندي هي الشخطة نحظين اه شايفين انا وجدت و quien وجد الار ايضا و هيا هنا هون الاس ان وجدتي مع الار conoc Stuart هو بموجود الاس ولكن لم يجاب ها ب حتما هاي 거죠 هذا غلط وهذا غلط لا هذا موق غلط مس انو موجود الشخطة ولكن جوابي فورا غلط فانا هون برسم هاي الشخطة الصغيرة تمام منيجي هلا ايضا اا منركز على شكل تاني فمسلا الشكل التاني الشكل التاني اا لاحظوا معي وقت نوجد الار نوجد هاي الشخطة وقت نوجد الار وجد هاي الشخطة وقت نوجد الار ايضا نوجدت هاي الشخطة طيب وقت نوجد الاس والار لاحظوا هاي الشخطة ما نوجدت معت الار فيه هاي الشخطة معتها فينا نعمل بهاي الشخطة تمام هاي اللي هون تمام لاحظوا ايضا نفس الشخطة هون هاي الشخطة خلونا نمسكها موجودة هون وموجودة هون موجودة هون هلا لاحظوا معي انو انا عندي هون اس والتي موجود هاي الشخطة فييه وهون مع الار والتي معتها هي ممكن تكون موجودة بال T و ممكن موجودة بال P. شوف فين الشيء خلينا نتأكد هذا الشكل. هنا فيه P و T ولكن موجود في هنا هذا الخيار معتها موجودة بال R. خلونا معتها نرسماري هذا الشكل. في الشكل قربنا هذا الشيء غلط. تمام. تمام. وعن هذا الشيء ايضا غلط. هلأ بيان عنا ال E وال A. طبعا انا حصلت حاليا على ال E ولكن بدي اتأكد ازا السعب فيه شو ايضا شخطة تانية. اه فمثلا خلونا نقارن طالما لاعزوا معي انا هدول مسحتهم تمام بالامتحان اعتبر هون ما هو موجودة اكيد ما رح تكون موجودة يعني. لقيت هادا الخيار انه في هون شخطة زيادة تمام عن هادا اللي انت طالعته. فانت بتدور عليها ازا كانت موجودة بال R فعلا فبتحط طبعين موجودة بتحط الجراب ايه. خلونا مثلا اه هاي هي الشخطة تمام. موجودة مع ال R وال S وهون ايضا موجودة مع B وال S. لاحظوا معي هون ال S موجود ولكن مي موجودة هاي الشخطة معتها هي موجودة بال B معتها هي ايضا ها موجودة بال B قلنا تمام ما هي موجودة بال S معناته. لانه هون ال S ما فيها هي الشخطة معتها هي الشخطة موجودة حتما بال R فبتحطة. والجوار A تمام بهذا الشكل فينا نتأكد. نجي هلا لهذا التمرين 62 عادينا شكل شبه من حرف ممكن او مستطين مقصوص من طرفه من زاويته على كل حال عادي عطينا شكل نفسه لاحظوا معي نفس الشكل ولكن على بياض وكأنه عبي يقصه هادا الشكل عبي يمشي درجة درجة فهون رح يمشي درجة رح يطلع عنا شو آآ جزء منه مقصوص هادا غلط ليش لانه جزء السفلي من قصب لكن هو لاحظوا معي بقص الصفلي هادا اكيد غلط وهذا اكيد غلط لانه لازم يمشي اكتر من لازم لاحظوا معي هذا الشكل مشابه لهذا الشكل فهذا غلط ايضا نجي هلا لالبي والسي اي واحد لازم اختار مع انه اتنائة ماشي نفس المسافه انا رح اختار السي مباشرة ليش لانه لاحظوا معي وين القص موصل للخط اما هون متخطي الخط الخطين هدول متخطيهم فالجواب سي هو جواب صحيح منيجي هلا تمرين تلعتاو ستين تمرين برم لاحظوا هادا الشكل فتلوا ستسعين درجة وعافوا محلهم هادا الشكل حطوا بهذا الشكل هون وهذا الشكل عافوا حاله وبرم وحطوا بالمربع الذي يليه هادا الشكل ايضا تفتلوا تسعين درجة اما لهيت جهة او لهيت جهة هلا منشوف شو بدنا نعرف خلونا اول شي هادا الشكل نفتلوا تسعين درجة للاسفل رح يصير عنا تمام متل ما هون عطينا هون عطينا هادا غلط متل ما هون عطينا تمام عظيم جدا هادا الحاكي هادا الشكل لازم يجي لهون مباشرة على حاله ايضا فمثلا هون لحظوا معي قلبه هادا غلط ضلا عندي ثلاث اسئلة صحيحة او ثلاث اجوبة صحيحة مثلا هادا المسلس لازم يجي على حاله لهادا المربع فلاحظوا معي المسلس هون انقلب غلط ضلان عندي البي والدي مين بده يحددنه اللي سيحددنه هاي الاشارة تمام لانه هادا اشارة بالمربعين مختلفين خلونا نشوف انه هادا الشكل كان هوني نزل لتحت ولكن قلب تسعين درجة يا لهاي الجهة يا اما لاي الجهة شون دعا نتاكد منشوف الخيارات لو قلبنا لاي الجهة راح نحصل على ااا الجواب دي طب لو قلبنا لهي الجهة راح يصير لجهة عقص عقارب الساعة راح يعصيه بهذا الشكل هذا بالشكل بالشكلين بالبي والدي غير موجود معتتا جواب اكيد د يعني فتروا لهذا الشكل نأتي الآن للتمرين 64 أعطينا مسلس مظلل مستطيل دائرة لاحظوا ما أنه عندي مسلس أسود مستطيل وهذا الشكل كمان دائرة شكل بيضوي موجود باللون الأسود 3 تون وباللون الأبيض موجود 3 تون مع تباللون الرمادي لازم يوجده 3 تون فالجواب B هو الجواب الناقص نأتي الآن للتمرين 65 أنا تمريمي زين فورا بعمل أنه 2 مسلس زائد دائرة شو ساوينها 2 مربع 3 مسلس شو ساوينها دائرة زائد مربع بده هون 3 دائرة شو تساوي 3 دائرة شو تساوي لاحظوا ما أنه عندي هون مربع وعندي هون مربع وعندي هون دائرة ومسلس فأنا رح طالع المربع بدلات الدائرة ومسلس وخلي دائرة ومسلس تعلق مع بعضها 2 المسلس زائد دائرة على 2 9 ثلاثة مسلس و ما يساعدنا للمربع هي معادلةMONS 2 المسلس زائد دائرة على 2 يعطينا 3 المسلس ناقص دائرة أضرب جدد طرفين بالوسطين 6 المسلس ناقص 2 دائرة يعطينا 2 المسلس زائد دائرة 4 المسلس يعطينا ثلاثة دائرة هو شو بده ثلاثة دائرة اللي هي اربعة مسلسة الجواب بدي مباشرة نجيها للتمرين ستة وستين عطينا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة عطينا اثنين لجوا تمام وعطينا ثلاثة لبرة فانا عندي هون خمسة وعندي اثنين معدت البرة ناقص الجواب يعطينا العدد الثاني او المربع فعدد الدوائر ناقص عدد الدوائر الثاني يعطينا شو يلي بالداخل مثلا هون ايضا نفس العمل ليجي هلا هون ثلاثة ولكن هون الجوا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ناقص ثلاثة معدت هون الطرح ليش شرط انه الاول من الثاني فبصير من الثاني الى الاول لانه هون عطانا اثنين فاللي اكتر مثلا هون اللي تلاحظوا معي الدوائر الصغيرة من جوا من الداخل الاكتر فصار عنا اه الدوائر من الداخل تمام يعني هون كانت اكتر من الخارج فضلت بالخارج اللي هي بعد ما طرحها بعد ما طرح عددها ضلت بالخارج العدد المطروح لاحظوا معي هون عندي اربعة هون عندي ثلاثة معتها لشو تكون دائرة من بره فالجواب بي لو كانت هون عنا اربعة وهون ثلاثة كانت الدائرة لازم تكون شو من جوا يعني الجواب دي تمام بنجي هلا هذا التمرين تمرين 67 تمرين بسيط جدا لعظوا معي عندي سبعة بأربعة سبعة باثنين أربعة طعش ناقص مجموعا يسعيل الخمسة تلاتة بواحد تلاتة ناقص مجموعا أربعة يسعيل ناقص واحد تمام بنجي هلا هون ايضا عشرين ناقص تسعة ويدعش معتها لطريقة صحيحة هلا خمسة عشر ناقص ثمانية يسعيل ناقص سبعة والجواب سي بنجي هلا تمامينة وستين ايضا لحظوا معي مربعات اعداد معتها لازم اوصل لمربع مثلا هون الواحد مربع الخمسة مربع الاربع مربع الاثنين عفوا مربع الخنسة مربع ثلاثة وما إلى ذلك لحظوا معي لو طرحت انا سبعة بالاربع اعطينا ثلاثة للتربية اعطينا تسعة ثمانية من ثلاثة اصلا انا وقت بطرح ما بيهمني انه جهة اللي طرح لانه انا عدي للتربيع رح تمبلع الاشارة السالة ثلاثة ناقص خمسة اتنين ناقص اتنين للتربيع يعطينا على الاربع والجواب بي بنجي هلا التمرين تسعة وستين بس شفت الرأس تمام مختلف عن كل الرأس مثلا هون اللاعزوا هاد الرأس داخل فيو اتنين يعني شكلين فهدا انا هدول ثلاثة ارقام تمام لازم احاول اني اوصل الى 24 كيف هلا انا عندي 20 تمام هون لو جمعت 15 معد 13 ليش لانه عداد كبيرة تمام اكبر من 24 فما لازم اني اكبرها بالزيادة ليش انه جمعتها حافلة ممكن انه عالم بدون ما تطرب هلا لانه انه عداد كبيرة فما في داي اني اكبر حتى اوصل الى 24 بالعكس انا لازم اظهرها ممكن افكي هلا بعد شوي بالطرح 15 زائد 13 28 اذا طرحناهم من بعضهم ما رح يمشي الحال بس لو جمعناهم من بعضهم رح يطلع معنا شو 48 الاربا وشرين هي نصه نصه 48 صح؟ معتها مجمعون على 2 نجي منجرب هلا هون 18 زائد 32 50 زائد 10 60 على 2 يعطينا 30 بالفعل معتها 36 زائد 27 زائد 17 على 2 رح يطينا زائد 17 رح يطينا 80 على 2 رح يطينا للارباين نجي لتبريد 70 بقلنا 1 2 3 4 5 تمام هذا التعداد الاول مثلا سطر اول سطر اول سطر اول تالي اعطينا 5 10 7 12 9 14 وده قيمة الارباين لحظوا ما عندي زائد 2 زائد 2 زائد 2 سلسلة شو فردية عبتضيف عليها 2 2 هون عنا زوجية 2 2 2 وعندي انا كل عدد فردي هو حده فردي معتها انا الارباين سيب اي حد الزوجية معتها هي لازم تطلع شو زوجية هاده فردي هاده فردي كل هون غلط وعنا 24 و 26 24 و 26 لازم انا عضيف هون عندي 2 تمام وعندي هون عضيف 2 كم 2 عندي 18 وانا كم حد عندي عندي 9 ولكن انا كم 2 ضفت حتى وسط له 18 ضفت 8 يعني 8 ضرب 2 وضفت 16 من الحد الاول حتى وسط له شو للحد الاخير اللي هو رح يكون 26 يعني انا مشان اوضح اكتر انا عندي قانون عدد الحدود هو 18 لحد الاخير نقص حد الاول على 2 زائد 1 صح؟ تمام يعني رح يطلع معنا 9 حدود بس ليش ما ضفنا 18 ليش ضفنا 16 لانه انت بالاس بلشت اضيف 2 بعد الحد الاول وليس من الحد الاول تمارين 71 لحظوا معي عنا 12 24 35 18 بده اكس الآن وجماعة 12 هي 3 وجماعة 14 هي 6 3 زائد 6 يعطينا 9 7 زائد 9 يعطينا 16 هنا 4 8 4 زائد 8 8 زائد 3 نجي الآن التمرين 72 يعطينا 157 1612 يعطينا ايضا 2 1 4 24 35 فالقام صغيرة شي بتتحول كبيرة وشي تتحول لأصغر نحظوا معي هون كان كبير يعني 3 خانات ايضا كبر العدد هون ايضا صغر العدد منكمل 558 1013 تمام 397 ايضا اعطينا 1216 139 ايضا لهذا الناتج فبدو قيمة الاكس لاحظوا معي انا انتبهت على شغلي انه عندي 1 زائد 5 يعطينا هي 6 تمام عظيم 7 زائد 5 يعطينا على 12 رايع جدا 2 زائد 1 3 4 زائد 1 5 واللي هي بتأكد انه وهي اللي سهلت علينا انه نحله بهذه الطريقة تمام نجي هلا ايضا هون 5 زائد 5 10 5 زائد 3 8 13 وما الى ذلك نجي هلا 4 زائد 5 9 2 زائد 5 7 فالجواب عنا 97 نجي ايضا هلا 87 73 عبنا 1 3 4 عطينا على 14 2 6 عطينا على الاداش وعطينا ايضا علاقة بالاضلاع تمام هذا الحكي انا بدي افكر بالاضلاع لاحظوا معي انا عندي هون 25 لو جمعت خاناته 7 تمام فانا هون عندي ها كنضلع 4 7 زائد 4 عطينا على الاداش نجي بنجرب هلا هون بالاعلى 4 زائد 3 7 زائد 1 8 8 زائد كم 6 عطينا على الاداش تمام يعي طريقة صحيحة مضبوطة نجي هلا هون 4 زائد 8 12 زائد 3 عطينا على الاداش نجي هلا التمرين 74 عطينا 10 بقلب السوداسي يعطينا على الناقص 5 62 بقلب الثلاثة او المثلث يعطينا على الـ 24 24 بقلب المستطيل اللي يعطينا على الـ 24 على حاله 65 بقلب المستطيل الاسود يعطينا على الـ 7 انا عندي كالتالي الشي اللي اكتشفته انه 65 لاحظوا عدد كبير كتير وتحول لعدد صغير ممتازة تالحكي انا لو جمعت هلا هون الخانات 11 11 ناقص عدد الاضلاء يعطينا على الـ 7 نجي هلا هون للعشرة مجموعة خاناتها 1 ناقص 6 اعطانا على الناقص 5 تمام نجي هلا هون العملية الاكبر انه 6 زائد 2 8 ضرب 3 اعطانا على الـ 24 20 وبهذا الشكل ممكن نحلينا منجي نتأكد من الطريقة بشكل الابيض 9 ضرب 5 سرع اعطانا على الـ 45 مع التطريقة مزبوطة منجي هلا فورا منطبقة على المطلوب انه مجموعة لهذه كم؟ مجموعة 17 ناقص عدد الاضلاء اللي هو 4 شد رح يعطينا 17 ناقص 4 رح يعطينا لـ 13 هلا جداء الخانات او مجموعة الخانات 4 ضرب عدد الاضلاء او عدد المضلع اللي بيقلب الرقم يلي الارقام بيقلبه ف4 ضرب 4 رح يعطينا للـ 16 والجواب دي نجي هلا التمارين الاخيرة عطينا 12 5 7 3 21 6 4 24 8 عظيم جدا لحظوا معي انا عندي هوني 6 4 24 7 21 7 28 5 15 15 10 تمام هلا منجي لهوني 5 زائد 7 12 6 2 8 10 12 5 زائد y يعطينا على الـ 11 معناته معتا y شو رح يعطينا للناقص 6 عفوا عفوا 5 زائد y رح يعطينا للـ 11 16 وليس ناقص y معتا y رح يعطينا للـ 6 y عطانا للـ 6 و x عطتنا للـ 10 مجموعا 16 نجي على التمرين 77 الأول التمرين 77 هو دمج شكلين مع بعضهم عطينا هذا الشكل مع هذا راح فقط بتحزو في الموجود وبتاخد الباقي اللي هو رح يكون عندك الجواب لانه هذول الشكلين دمجون فلازم يطلع عنا شكل مدموج فانت الشكل الموجود هنا بتمسحه مع الشكل الموجود هنا ببقى عندك الباقي الباقي هو الجواب الصحيح فهذا راح مع هذا وهذا راح مع هذا والنقطة راحت مع النقطة ايضا شوفي عنا هذا راح مع هذا معتا الشكل الموجود لازم يكون فيو يلي بالأحمر لاحظوا معي الشكل الموجود لازم يكون فيو هاي ولازم يكون فيو هاي ولازم يكون فيو هاي ولازم يكون فيو هاي فالجواب اه هو المطابق اللي عنا بهذا الشكل مثل ما أشرناه بالأحمر نجي التمرين 78 أيضا نفس العمل عبيفته 90 درجة لاحظوا معينه فتل فقط 90 درجة وحصلنا على الشكل الثاني خلاله نفتل هذا 90 درجة يعني نفتل قطاع كامل رح يستعملنا هذا للأسفل سهمه والهلال أو هذا المتوازي الأضلاء رح يرتفع للأعلى تمام لاحظوا معينه أنه عندي سيصير بهذا الشكل وترتفع فقط أنه رفعت هذه الدائرة تمام فهون غلط رح يصير ببقى عندنا P, D, E, C لاحظوا معينه أنه عندي السهم هذا مرتفع لفوق غلط ببقى عندنا P, E, C الشيء رح يحدده هو الهلال لاحظوا مع أنه الهلال كان عندي بهذا الشكل وفتاته 90 درجة رح يتهول لهذا الشكل يعني التققر للأعلى فمين هو الصح رح يطلع معنا جواب C والجواب B مطابقين لبعضهم هذا غلط جواب C والجواب B خلنا نشوف الفرق بيناتهم الصحيح الفرق بيناتهم أيوة السهم نحن عنا السهم للأسفل عنه فالجواب B غلط والجواب C هو الجواب الصح نجح للتمرين 76 لاحظوا معي أيضا هذا فقط حركوا 90 درجة للآلة فأنا حركوا 90 درجة يعني لحظوا معي هاي حركة 90 درجة رح تجي لهذا الاتجاه تمام فهون عندي لحظوا معي أنا عندي هون مسلس وجنبه شيء أبيض ولكن هذا الشكل غير مطابق نهائيا تمام يعني أنا عندي هون لحظوا معي مسلسين سود وهون ما عندي غير مسلس واحد أسود أو ما في أي مسلس أسود فالجواب E جواب غلط ولحظوا معي أنا عندي هون مربع أبيض تمام هون ما عندي مربع أبيض فهذا غلط نجي هون لحظوا معي هذا الكسر هون غير مطابق هذا الكسر غير هذا الكسر لحظوا معي هون عندي ع شكل درجة ولكن هون على شكل زي 120 درجة هون على شكل زي قائمة ولكن هون عندي هذا الكسر على شكل زاوية 120 درجة فالS أيضا غلط نبقى عند الB والA ايضا ال B وال E مطابقين لكل شيء معادة الدرجة لحظوا معي ان عندي هون هذا الكسر بقيمة 120 درجة هون موجود بقيمة 120 درجة ولكن هون ليس موجود لحظوا معي ان عندي هذا الشخط للأسفل يعني أكبر من هذا الشخط نشوف هون لحظوا معي هذا الشخط يعني تقريبا نفس ال E أقرب لل E فالجواب E هو الجواب الصحيح نعلق التمرين 79 التمرين اللي عجز الملايين السنة الماضية بالامتحان وبره الامتحان خلونا نشوف طريقته البسيطة مع بعضنا طريقة سريعة مثلا انا عندي الشكل عبينوجد نفسه مع معك بس بالعكس كيف يعني انا اول شي خلونا مثلا هذا الشكل ناهزين بلشت من القمر او من الهلال لهذا السهم وهون موجود معكوسه موجود نفس الشكل ولكن قلبه تمام مثلا انت عندك ورقة اقلبها على افها رح تطلع عندك نفس الاشكال ولكن بالشكل المعاكس يعني باتجاه المعاكس او حطه على المرية يعني تمام فانا بقلك انه هذا الشكل هو نفسه اللي هوني الجواب دي طب بتقلي ليش مو هذا الشكل الاول تمام ليش مو الشكل الاول موجود هون بهذا الشكل رح اقول لك ليش اول سبب لاحظ الهلال يسار يمين يسار يمين يسار رح يطلع فهون لو اخدت هذا معكوسه ما رح يطلع معك يسار يمين يسار يمين طيب هلا بتقلي وين معكوسه لهذا اللي اول معكوسه محزوف فيك انت تضيفه مثلا بهذا الشكل رح يطلع عندك هون تمام رح يطلع معك بهذا الشكل يعني هدول الارقام او هدول الاشكال بترسمه بالاعلى يعني بتاخد نظيرة تمام بتاخد نظير هذا وترسمه بالاعلى ممكن بهذا الشكل لانه طيب بتقلي انه شي مو منطقي انك ترسم نظيره بترسمه رسل يعني من كيفك انا بقلك منطقي لانه طالما هون عم نتعامل مع النظير لازم يكون عندنا شي عدد زوجي انا عندي ثلاث اشكال تمام معتها لازم يكون عندي ست مستطيلات هون حتت لي واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة معتها فيه مستطيل ماسحه يعني ماسح النظير تابعه تمام فينا نفكر بهذا الشكل والجواب دي تمام ولكن فيه طلاب مقتنعت بهي الطريقة السنة الماضية هذا التمرين تمام يعني الصراحة شي بعجز انك تقنع الطالب بهي الطريقة لانه السنة الماضية عانينا من هذا الشيء للصراحة عانينا منه هاي الطريقة صح وهي الطريقة غلط فكل واحد سائله طريقة الجامعة نشرت طريقته لهذا التمرين اذا بدك كتب على الموقع حل تمرين 79 لانه السنة الماضية دخل على الموقع الاساسي موجود الحل تبع هذا السؤال لانه فيه طلاب انه قدمت اعتراض على هذا السؤال انه هذا السؤال غلط تمام فمشان يعني تقطع الشك باليقين بالطريقة هاي نجح الى التمرين 80 التمرين النهائي عابقنا شو هو الشكل المختلف يعني هو الماء السابي هلا هذا لو برامناه 90 او 75 درجة رح يشابه هذا لو برامناه 135 درجة رح يطلع معنا نفسه لاحظوا معي لو برامناه بهذا الشكل سيطلع هذا بهذا الاتجاه نفسه وهذا بهذا الاتجاه نفس الاتجاه وهدول مع بعضهم لاحظوا معي هدول ثلاثة ايضا هون يعني كلبه الجهاز او الجوال او اي شي الكتاب الكتيب اللي معكن رح يطلع معكن نفسه وهذا ايضا برامه هون 45 درجة رح يطلع معك نفسه وهذا ايضا نفس العمل برامه تقريبا يعني 215 درجة 235 درجة ايضا رح يطلع معنا او عفوا يعني 215 درجة ممكن يطلع معك فالجواب سي هو الجواب الغلط ليش خلونا نفسر ليش هو السبب السبب بسيط وواضح انه هذا اتجاه المسلس المظلل عكس اتجاهه يعيش قد ما برامته رح يضال عنا فيه غلط فالمسلس هو الوحيد يلي ممكن ما يساوي يعني على البرم نحظر معي على الفتل تمام لهذا الاتجاه او لهذا الاتجاه وشقد ما فتلته اي درجة حيضل هذا المسلس اتجاهه تمام يعني غير هذا الاتجاه تمام بهذا الشكل فينا مفكية هيك ان حلنا اسئل درجة مات انه لعام 2020 قسم الاي كيو طبعا متمزكهتكم قسم المس موجود بالقناة من اكثر من شهر موجود بقوام التشغيل فيك تفوت عقوام التشغيل تتفرج عليهم اتمنىكم كل التوفيق يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته